موسيقى موسيقى بسم الله الرحيم حلقة جديدة من هي بناء نهبد انهذا مش هيتكلم عن هبدة جديدة انهذا هيتكلم عن طريق التفكير الهبدة ده اسمه دانينك روجر افكت اللي هو علاقة الثقة بالنفس بالخبرة في المجال في اي مجال معين انت بتتعلمه او بتدرسه او بتشتغله ففي البداية خالص بتبقى خبرة يعني ما عندكش ثقة وما عندكش خبرة فانت في المرحلة دي اهي اللي بسميها مرحلة البلاص او مرحلة الهو ان انا مش عارف حاجة وعارف ان انا مش عارف حاجة بعد شوية وفي يعني فترة قريبة جدا من البداية التعلم بتدخل لمرحلة اي نو ايفريسينج بيخيل ليك انك انت عرفت كل حاجة يعني مثلا طالب طب ممكن في سنة اولى او تانية بالكتير قوي ممكن يحس ان هو فهم الطب ده وان الطب ده بقى حاجة يعني بسيطة وان انا فهمته كله جبته من اطرافه يعني زي ما بيقولو لدرجة ان انا اعرف ناس يعني شخصيا يعني في مجرد ما دخلوا تالت طب او تانية طب بالنظام الجديد وبدأ ياخدوا الفارماكولوجي والادوية بدأوا يكتبوا ادوية القريبهم طبعا يعني ده يعني فوق ان هو ممنوع وان هو اصلا يعني لكن هو اصلا مش مؤهد هو ما درسش بالطب غير مش قشور ده ما قبل القشور فهو مرحلة الهبيد هنا ده هي مرحلة اي نو ايفريسينج ان هو بيعتقد ان هو يعرف كل حاجة ثقة بنفسه بتوصل للسماء في حين هو مع كمعلومة كخبرة حقيقية هو تقريبا احسن شوية من مرحلة البلاص اللي هو ما كانش عارف حاجة وعارف انه مش عارف حاجة لما يتعلم كمان شوية مع الوقت هيبتدي ثقة بنفسه تقل بحيقول لك there is more to this than i thought بدأ ما كان اي نو ايفريسينج انا اعرف كل حاجة بدأ يقول لك ان هنا في حاجات والله مش عارفها في حاجات اكتب من لنا متوقحها اللي احنا مسميها بدأ يحس ان هو احمر طبعا دي يعني ايه طريقة الرسمة دي في نعمل الكوميديا شوية بس هو الحقيقي ده الواقع يعني طيب بعد شوية كمان بيحصل له ايه بيحصل له ايام never going to understand this بيوثد بقى لليأس بقى ان هو من كتر ما هو ده ان الموضوع كبير اكتب من طقته فيقول لك اذا خلاص ده تأكد انه يعني لمؤخص يعني تأكد انه حمار بعد شوية بقى لما يبتدي بقى بعد ما هو عدم حتى اليأس ولسه بيتعلن تاني يبتدي ثقة بنفسه تزيد تاني تدريجيا فحيقول لك it is starting to make sense بدأت افهم تبعد افهم فين بعد شهور او يمكن سنين من بداية التعلم وهنا ثقت بنفسه يا دوبك بدأت تعلع له حقيقي بعد ما نزلت النزول السريع بعد ما اكتشف ان الموضوع اكبر بكتب مما كان يتوقع بعد شوية هيبتدي ثقة بنفسه تعلق بس طبعا بيعلوه بطيء جدا وهيقول لك trust me صدقني it is complicated الموضوع طالع اصعب كتير مما كنا نتصور ودي اللي قالوها زمان على مأنا انه من ظن انه عالم فقط جاهل الانسان كل ما بيعلم اكتر كل ما بيزداد علمه في حاجة معينة كل ما بيزداد يقينه بانه لا يعلم فيها الكثير وانه ما يجهله اكتر مما يعلمه نصف العالم او نصف النصف المتعلم ده اسوأ بكتير من الجاهل الامي الجاهل اللي هو ما بيعرفش وعارف انه ما يعرفش اللي احنا هنا مسمينه محلط البلاص ده سهل ان انا افهمه الصح يعني المريض اللي مش معارف معلومة اصلا ده اسهل بكتير من المريض اللي قاري كلمتين في النت ومتخيل انه هو كده جمع اطراف الطب من يعني من طرفيه يعني اذا انا بيقول او من اطرافه يعني ويقول لك الوكتور اصلا انا قاريت في النت ان الكارتزون بيعمل كذا وكذا ده اسعب بكتير في اقناعه من المريض اللي هو عانياته البسيط اللي انا ممكن افهمه يا حاجة ده كذا كذا ده واده بيعمل كذا واده بيعمل كذا ده احسن بكتير من الايه من نصف المتعلم اللي احنا مسمينه هنا الهبيد مشكلة الهبيدة او الهبيدة عموما انه بيجي من شخص يعتقد في نفسه العلم الكبير في حين انه هو في بداية خطوات التعلم لو فضل في المرحلة دي وما بدأش يتعلم تعليم حقيقي حيقف في المرحلة دي حيقف معالت الهبيد دي وممكن كمان تصل معها المرحلة الى تزيد معها اكتر ويبتدي يخترع نظريات من دماغه ويخترع حاجات مش موجودة وما انظر الله بها من سلطان ويبقى يعني واخد دكتوراه في الهبد اللي هو احنا بشوف بقى اللي احنا على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى التلفزيون وعلى سوشال ميديا الجماعة الهبيدة اللي هما المحترفين في الهبد دولا دولا كل واحد فيهم قد يكون بدأ فعلا بتعلم شيء جديد لكن دخل بقى في انه ما كملش تعليم واعتقد في بداية المرحلة التعليمية انه اصبح يعلم كل شيء يعني لو واحد في يعني ممكن واحد يقرى كتاب تفسير مخصص جدا للقرآن الكريم فيظن في نفسه انه قد احاط بالتفسير كله ويبتدي يقعد على المنبأ ويقعد بقى يهري في التفسير بناء على انه قرى كتاب ولا مدخص ولا حاجة كده لكن لو قرى بقى ودرس علم اللغة ودرس الناسخ والمنسوخ ودرس الناسخ ان الموضوع اكتر بكتير واكبر بكتير جدا مما كان يظن عشان كده دايما علاج الهبد هو العلم عايز تناقش له قدامك وتثبت له انه بيهبد لازم تكون انت على علم او تجيب حد على علم يرد عليه وعايز انت نفسك ما تقعش في مستنقع الهبد لازم تتعلم قبل ما تتكلم ودي كانت حلقة سريعة من هيا بنا نهبد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته